إذن كما قلنا حول الموضوع نستضيف معنا في استوديو شرق نيوز معالي وزير الفلاحة والتنمية ريفية والصيد البحرية سيد سيد أحمد فروخي مرحبا بك مجددا مرحبا إذن تابعت معنا هذا التقرير ربما تحديات كبيرة تواجه قطعكم وأيضا هناك تعويل على قطع الفلاحة في ظل الأزمة الاقتصادية ربما التي تمر بها البلاد وكل دول العالم ماذا حدرتم ربما للأيام المقبلة في هذا الصدد؟ نظر إذا منذكر في الأول أن هذا التحدي كان موجود منذ البداية منذ تولي سيد رئيس الجمهورية الحكم وكان أكد في كثير من المرات على أهمية هذا القطاع وكان فيه إجراءات التوخذات على مدى 15 سنة هذه اللي فاتت وجعلت أن القطاع في بعض الأمور تحول جذريا وأصبح اليوم راكم تشوفوا في بعض المنتوجات المنتوجات موجودة الأسعار في الكثير من أحيانا أيضا مستقرة بقات نظن أن مع الظروف اللي رانا عايشينا التحدي أصبح أكبر واليوم لهذا رئيس الحكومة نظن اليوم هو واعي مع الحكومة وحتى الوزارة بكل مكوناتها أن في المستقبل ربما نروح إلى أبعد من ما درناه في السنوات هذه اللي فاتت في مختلف المجالات التحدي هو أننا نساهم بصفة فعالة في توسيع وتنويع الاختصاص الوطني أن كل نشاطات الفلاحية أيضا تساهم في أنها تفتح أفاق للصناعات الغذائية للصناعات المدخلات لحتى الأنشطة الأخرى من المرتبطة بالقطاع وتجعل ديناميكية الاقتصاد تقلص اللجوء إلى الاستيراد بصفة ملحوظة في السنوات القادمة لتخفف بأن نخفف على اليوم العثار هذه الفاتورة المعتبرة ومن جهة أخرى أننا نوجد كل شعوب أنها تصبح تصدر وأيضا تشارك في تنويع هذه المصادر التصدير الموجودة في الاقتصاد في هذا أصدت بطبع أنت الحكومة مؤخرا على جملة الإجراءات الحد من فاتورة الاستيراد وعلى رأسها وقف استيراد مسحوق الحليب واللحوم هل من توضيحات أكثر معي الوزير؟ لا ما رأناش في أكد تعليه عدة مرات رأنا في منطق أننا نجعل كل المتعاملين المستثمرين الفلاحين حتى المربيين مع المنظمات التي حم بالتنسيق مع اتحاد الفلاحين وحتى الغرف الفلاحية والمنظمات الأخرى أننا نعطي أهداف لكل المتعاملين الموجودين حتى الصناعيين وهذا الأهداف أننا نستبدل كميات معتبرة من في مادة وناخذينا هذا المثال تعمل مسحوق الحليب نحن اليوم نستورد نستعمل مسحوق الحليب في إنتاج حليب الأكياس ونستعمل حصة أيضا في إنتاج ما يسمى بالمشتقات على الأقل كل المشاورات التي درناها مع كل المتعاملين حتى المنبانات اليوم هما ثيقين باللي نقدرون أن نقلصوا بصفة معتبرة كل ما هو مستعمل في المشتقات لأن في البلدان الأخرى المشتقات يندروا بالحليب الطازج لا يندروا بمسحوق الحليب وهذه اليوم نصف الاستيراد يعني هذا المسحوق الحليب نستعملوه في المشتقات من الجبن إلى مشتقات أخرى هذا نظن يقدر يصبح هدف للكل ويسمح في نفس الوقت حتى لو طورنا بصفة ملحوظة الإنتاج الوطني في الحليب الطازج أنه يلقى يلقى سوق نحن أقول لنا طورنا هذا الحليب الطازج يوم بعد يروح إلى أين يستعمل في الصناعة ولا استعملها في حليب الأكياس اليوم الحليب الأكياس مدعم لا تكلفة نتعوه لا تسمحناش اليوم ننتجو حليب طازج ندره في حليب أكياس بـ 25 دينار يلقى منفذ نتعوه في نفس الوقت نلقاه له منفذ وفي نفس الوقت المجتمع يستفيد لأنه نقلصه من الاستيراد اليوم يروح لبعض منه يروح للمشتقات معالي الوزير هناك من يرى ربما ويقول أن الاستثمار غائب نوعا ما في قطعكم هل لكم من خطط معينة لجلب المستثمري؟ لا لا يستثمار موجود موجود وكان فيها إجراءات ندارت في الطيلة هذه السنوات هذه هي اللي خلات اليوم مناطق اللي كانت مناطق غير معروفة كمناطق في الحياة أصبحت هي تمول السوق نعم مواطق معروفة كما مزروعة كما من المعذر كما نقدر نعطيكم الكثير من الأمثلة يعرفوها المهنيين تع القطاع اللي تم الاستصلاح فيها وتم الاستثمار فيها في بعض الأحيان كانت الدولة هي اللي دعمت شيئا ما هذا الاستثمار وفي الكثير أيضا من الأحيان هي أموال خاصة أموال اللي جندوها الفلاحين والموالين وحتى الأصناف الأخرى بأموالهم الخاصة هما اللي ساهموا في تطوير هذا الاستثمار يبقى علينا اليوم أمام التحديات أننا نكمل ربما هذا النسيج الموجود بمستوى آخر من الاستثمارات هذا هو الندات سيد رأس الحكومة أننا نمشي تكميلا وحتى البعض الفلاحين اليوم والموالين اللي عندهم القدرة أنهم يروحوا إلى مستثمارات أكبر مندمجة لتكثف الإنتاج لتكون عندها النوعية اللازمة في شعوب خاصة الحبوب الحاليب الشعوب اللي عندنا نقص فيها هذا الفقر الأولى الفقر الثانية في استراتيجية أننا ندمج الصناعيين وندمج التعاونيات وندمج أيضا المحولين في هذه الديناميكية لنسهلهم بيعودوهما يستثمروا أيضا في الإنتاج لا يقعدوش إلا في المجال أنهم يستعملوا مادة لنستوردوها ويحولوها ويحطوها للاستهلاك أصلا أنت معي الوزير على رأس الوزارة ستة أشهر فقط وأنت ابن القطاع هل من إجراءات جديدة لمرافقة الفلاحين مستقبلا فيما يتعلق بالقروض فيه إجراءات اللي كانت موجودة اللي رأنا نوسعه فيها في نفس الوقت من جهة تنفيذها من جهة تسهيل تنفيذها من جهة توجيه المستثمرين حتى في المجالات هذا وين عندنا نقص في إجراءات جديدة في بعض الشعوب لأنها كانت عرفت نوعا ما تذبذب إجراءات حول إنتاج الآلاف وتشجيع إنتاج الآلاف لأنها من أهم المشاكل الإشكالية المطروحة في فرع الحليب وأيضا في فرع اللحوم هذا نظن العائق كان إجراءات جديدة من جهة تشجيع هذا الإنتاج على مستوى المستثمرات وكان إجراءات جديدة أيضا في مجالات عدة كما شعبة البطاطا اللي رأنا نتبع الحيثيات انتحها ونحاول أننا اليوم هيارة موجودة بوفرة بأسعار يعني في متناول الجامع رأنا نحاول في كل شعبة أننا هذه الإجراءات تكون تكون موجودة وتفعل الإنتاج الوطني بالحديث ربما عن وفرة الإنتاج معالي الوزير هناك كثير من الفلاحين في عدة مناطق يشتكون ربما غياب غرف عفونا تبريد يعني هم يقولوا أنه فيه إنتاج وفير لكن ما فيش غرف تبريد ليمكن يخزن فيها هذا الفائد من الإنتاج ربما ليمكن يساعدنا في أيام هذا المجال نظن مجال هام وليوم بدينا نعرف المشاكل وفرة الإنتاج ما هوش نقص الإنتاج ونظن كل جهود اللي ندارت فيه من طرف الفلاحين من طرف المنظمة ما تنتحهم اليوم خلت أننا فتنا من من مرحلة ورأنا داخلين في مرحلة أخرى هذه المرحلة الجديدة يجب أن نشجع تصنيع هذه المنتوجات تصنيعها في المناطق تعليل إنتاج من جهة أننا نشجع الفلاح التعاقدية الفلاح كي ينتج يجب أن يكون مرتاح من جهة تأمين الأرض تأمين الإنتاج من جهة تأمين السوق وهذا يخلينا نروح إلى نمط إنتاجي جديد كما البلدان الأخرى المتطورة عندما أنتج عندي عقد مع محول أو عندي عقد مع مسوق للإنتاج حق ذلك نضمن عدم كساد السلعة العدم كساد السلعة وحتى في استعمال تقنية جديدة أصناف جديدة ما زال عندنا جهدي يجب أن نديره نخله التنسيق على المستوى الإنتاج أن الناس لا تستعمل نفس الأصناف لا تستعمل لأن أولا استعمل نفس الأصناف هاي يجي في نفس الوقت واليوم كان ابتكارات في البحث العلمي كان أصناف اللي يجي مبكيرة أصناف اللي يجي في وسط الموسم وأصناف اللي يجي آخر الموسم عندما يكون فيه تنسيق على المستوى الإنتاج هذا يجعلنا أننا نستوعب هذا الإنتاج بكل سهولة على المستوى الأسواق على المستوى التصنيع هذا هو الجهد الذي يجي نقوم به مع الإخوة وهي بطبع تحفز كثيرا للفلاحين سؤال الآخر نقص كبير في الأمطار مخاوف من الجفاف هل فعلا هذه المخاوف موجودة وما هي التدبير لمواجهة هذا الوضع أظن هذه المخاوف موجودة ولكن في نفس الوقت كفي تدبير تخذت منذ بداية الموسم في هذا المجال من جهة المساحات المسقية بالتخطير من جهة أيضا أننا فعلنا كل تعاونيات وأيضا الهيئات لجعل وفرة في الأعلاف لأن اليوم ربما اليوم ليرام ليرام عندهم إشكالية في الميدان هم الموالين الموجودين في السهوب لأن سهوب على المستوى الشرقي وحتى في الوسط نوعا ما ما كانش فيها يعني اليوم وفرة في المراعي ولكن بالموازي كنا فعلنا منذ شهرين كل الإجراءات فيما يخص النخالة وصبحت تتوزع على أغلبية الولايات فقات الكميات رانا نحاول أننا نطور هذه الكميات من جهة الشعير هم موجود رانا بدنا نوزعوها على الموالين من جهة الناس اللي عندهم الحبوب اللي راهم في الموسم كان إجراءات تخذت من جهة أيضا السقي التكملي كل هذه إنظر الإجراءات تمنعنا نوعا ما من تذبذب حتى الحد ما نقدرش ربما نتحده للطبيعة ولكن هذا تسمح أننا نفوت نتكيف مع الصيعاب نقطة أخرى معالي الوزير قبل الانتقال ربما لمحور آخر الوزير اللي هو العبد المالك سلال في آخر خرجاته اعترف بأن هناك وجود لانتهاك العقار الفلاحي هل هناك من تدابير ربما لحماية الأراضي الفلاحية تدابير موجودة وفيه سعي مستمر للمحافظة على هذه العراضي بالطبع نتكلم في الكثير من الأحيان على الأراضي التي انتهكت ما نتكلمش على العراضي التي نمس تحت الذي اليوم موجودة في كل في كل هيئات لحماية هذه الأراضي نقدر نقول لك باللي ولا نقارن ما بين الطلبات اليوم اللي جينا احنا في الوزارة واللي ندرسوها في الحكومة من جهة استعمال العقار الفلاحي لأقراض أخرى والقرارات التي تتخذ كان فرق كبير وكبير جدا ورنا حرصين على أننا نقلص بصفة يعني كم لا هذه الاستغلالات وهذه الانتهاكات ولكن بعد تبقى بعض الاستعمالات لليوم المجتمع يسحقها رانا رايحين للأراضي لربما النوعية من جهة الفلاحة ما يش نوعية جيدة الثروة السماكية أيضا هي من مهامكم معاني الوزير وهي أيضا رهاب نتابع هذا التقريق قبل العودة للنقاش إذن بالعودة إلى الوزير معي الوزير مشاكل جمى يعاني منها الصيدون ما هي رسالتكم إليهم أنا أظن هي رسالة أولا عمل ورسالة باتصال بالكثير منهم الغرفات على الصيد البحري أيضا كان في عمل ميداني لتفعيل البرنامج اللي حينا في الخمس سنوات هذه اللي فاتت وكان إجراءات جديدة رأي يدخل من جهة الإعانات لإعادة تهيئة السفن رانا بدينا أيضا كمنا الكثير من الموانئ كان في ميناء القالة كان في أيضا إعادة تهيئة الكثير من الموانئ اللي بدينا يدخلوا في حضيرة الموانئ الصيد البحري كان فيه جوة كبيرة يعني في هذا المجال من جهة من جهة أخرى هي نفس الإشكالية عندنا حدود في استعمال موارد طبيعية تانا قلصت فيه ربما أسئلة حول ظواهر أخرى من تلوث إلى خيره كل الأخصائيين يقولوا بللي عندنا حد حد ما يجب نجاوزه في الصيد البحري ولا جاوزنا ربما نضيعه هذه الثروة الموجودة في طول الساحل هذا الحد لحقنا له لهذا كنا حرصنا أننا نطور أيضا تربية المائيات في البحر وكان الكثير من المشاريع لليوم أكثر من عشرين مشروع رأى داخل في الإنتاج هذا يجي يحسن وفرة السوق نظن في الحقيقة يجب أن نكون وعين بالتحدي على القطاع كبير جدا لأنه في نفس الوقت فرضنا على نفسنا وبقناعة وأيضا بتوجه أيضا سديد أننا من جهة ندعم بعض المنتوجات في الاستهلاك وأن المواطني يلقى الحليب بسعر يلقى الخبز بسعر ويلقى منتوجات بسعر وهذا يأثر على ويجعل أن الطلب يكون أكثر على هذه المواد لأنها هي مدعمة من جهة أخرى القدرة الشرائية أيضا التورد والحمد لله الناس اليوم عندهم قدرة شرائية لمعتبرة لكن معالي الوزير ولكن من جهة أخرى الاقتصاد بحذ ذاته يجب يجب مع هذه التحديات في بعض الأحيان يجب الناس تفهم أننا رأنا في معادلة جدا صعبة نتحدى نظر تحدي مرفوع ولكن في نفس الوقت لا نستطيع أن نطلب من قطع أن يجاوب مع كل هذه التحديات في نفس الوقت نعم معالي الوزير تحددتم ربما عن تحسن للقدرة الشرائية للمواطن هل تعتقد أن هذه القدرة الشرائية للمواطن التي تحسنت وفقك بإمكانها ربما تساعد المواطن على شراء بعض الأنواع من الأسماك التي غائب عن موائد الجزائريين ربما لارتفاع أسعارها لا نظن هذه الظاهرة ليس موجودة إلا في بلادنا لا نكذب على نفسنا أيضا نفسنا مع الآخرين مع أن الجزائر عندها ثروة سمكية هائلة مع الجزائر تستعملي اللفظ الهائل أنا أقول لك الأخصائيين والباحثين يقول لك مكاش هائل كين ثروة اللي عندها حدود يبقى من بعد اللفظ كل واحد يستعمل اللفظ ولكن ولا حبينا نكونوا في دقة اليوم أنا وش ذكرت لك يعني المستمعين يكونوا بيدير على أنا لي القطاع اليوم في بعض الأحيان الناس يقولوا خفق في التجاوب مع هذا الطالب الاجتماعي والاقتصادي ولكن يزن في نفس الوقت نوزن أننا لعب ثقيل يعني ثقيل لأن اليوم في بعض الأحيان إذا ما نتجاوب مع طالب لماذا هو طالب اقتصادي هو طالب في خانة أننا مجتمع لحبين نرفع الظروف المعيشية للكل وهذا مرة أخرى نظن هدف جيد وهدف نبيل ولكن في نفس الوقت هو تحدي كبير طبعا معي الوزير ماذا عن تجربة تربية المائيات في الصحراء نظن هي تجربة جديدة رأي تأخذ تأخذ ما صارها كان فيها نظن مشاريع اقتصادية لليوم بدأت تتطور بدأت تتطور في هذه المناطق خاصة في تربية سمك القط وجنبري أيضا نظن هذه تفتح أيضا آفاق جديدة لاستغلالات لمواردنا الطبيعية وتساعد أيضا في بعض المناطق أننا نخلق شغل أننا ندمج ندمج الاقتصاد نحن في نظرتنا وفي نظرة الحكومة ميزا من نقلصه حتى جهد ميزا من نحقروه حتى حتى مورد كل المورد الطبيعية اللي عندنا اليوم يجب نجندوها ولكن في منطق اقتصادي في منطق ليكون يأثر بصفة مباشرة على قدرتنا بها نصدر هذه المنتوجات وبها نقلص في الكثير من الأحيان أيضا للتصدير بها نجعل القيمة الموضافة وأيضا الشغل يكون يعني يندار على المستوى الوطني نعم معالي الوزير هناك حديث مؤخرا عن انتشار ظاهرة الصيد الممنوع هل هناك ربما من إجراءات رقبية وردعية للحد من هذه الظاهرة والحفاظ على ثروات لا أظن هذه أشياء موجودة ولكن المحاربة أيضا موجودة ويومية اليوم كان الرقبة في المواني كان الجهد اللي يقوموا به أيضا حراس السواحل نحن حبين أيضا أن المهنيين يقوموا أيضا بهذا الجهد يعني أنهم يندمجوا في صيد اللي يكون مسؤول ليحترم الطبيعة وفي الحقيقة هذا مفروض على كل متعاملين سواء كان صياد ولا فلاح ولا موال ولا صناعي الكل يحترم الطبيعة وفي نفس الوقت يحافظ على الثروات اللي هو يستغلها سواء كان ثروات شخصية من الملك خاص ولا ثروات عامة لا يجب نحصر الموضوع إلا في فئة أو فئة أخرى كل هذه الاقتصاد المسؤول التعاقدي يجب يسود كل الأنظمة الإنتاجية أما فيما يتعلق بصيد المرجان مع الوزير متى يتم أو سيبدأ منحة التراخيص رسميا سنفتح المناقصة كل إجراءات وجدة قريبا سيبدأ هذا العام إن شاء الله هذا إعادة فتح تدريجيا هذا صيد المرجان نعم معالي وزير الفلاحة وتنمية ريفية والصيد البحر صيد أحمد فروخي شكرا جزيلا لك على تلبية الدعوة هذه الأمسية وحضورك معنا ألف شكرا شكرا وأنا رسالتي أولا وقبل كل شيء للفلاحين للصيادين للمتعملين للمستقمرين اليوم فيه نية كبيرة وفيه أيضا جهد كبير اللي يحبين نديرها مع الكل وفي نفس الوقت فيه قدرات فيه أمل فيه أشياء كثيرة اللي درناها في الخمسة عشر سنة هذه اللي فاتت وإذا منفعلوها بنخلوها تكون عندها آثار إيجابية على المجتمع ونساهموا في خلق ربما جوا طمأنينة وجوا تعثيقة بالمستقبل ونقانع شخصيا بهذا الأشياء ومتبادلهم في الحكومة خاصة أن هذا التفاع يعول عليه كثيرا نظن هذا هذا تحدي ونحن رافعين هذا التحدي مع المنظمات الفلاحية اتحاد الفلاحين مع الغرف مع أيضا المجالس متعددة المهن مع المستثمرين لنحاول أن نحرر هذا المستثمرين في استصلاح الأراضي أنهم يجو يستثمروا في مختلف المناطق وكان فيه عمل كبير في الأسابيع التي فاتت نحر أيضا هذه القدور نتمنى لكم كل توفيق معالي الوزير في مهامكم نبيلة شكرا جزيلا لك إن شاء الله شكرا جزيلا لكم